بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم اليوم بإنجاز فيديو لإيجاد حصر لحل معادلة بالتنصيف مثل ما يريد هذا السؤال كثيرا مثلا تجد في المواضيع بين أن المعادلة F لX تساوي 0 تقبل حلا وحيدا أو واحدا ألفا على المجال مثلا من ناقص قلت على المجال مثلا من ناقص 1 إلى 1 وأعطي حصرا لألفا سعاته مثلا 10 قوى ناقص 1 أو 2 أو ناقص 3 المهم عندنا عندنا هنا طريقتان أبنائي هي طريقة ديكتومي القسم على 2 والطريقة المسح سوف نتطرق إليهم نقطة بنقطة وتابعوا إن شاء الله إذن ننطلق على بركة الله إذن عندنا إيجاد حصر لحل معادلة بالتنصيف ما معنى بالتنصيف؟ نتابع جيدا نقطة بنقطة أبنائي الهدف من هذا العنصر هو البحث عن حل معادلة من الشكل إذن دائما من الشكل أف لإكس أبنائي تساوي الصفر على المجال حيث أن أف دل مستمرة على المجال أكيد من الأ إلى ب لذلك نلجأ إلى استعمال مبارهنة القيم المتوسطة كما يلي يعني هذا السؤال يعني الإجابة عليه اللي هو أف لإكس تساوي صفر نستعمل أكيد نظرية القيم المتوسطة حيث ماذا؟ حيث إذا تحقق أن ندل أف رتيبة يعني يعني إما متزيدة أو متناقصة ومستمرة على المجال أ و ب حيث ماذا؟ حيث أف لأ في أف لبي يساوي أقل أقل تمام من السلف ما معنى؟ معنى لماذا؟ لأن إذا كان مثلا واحد سالب مثلا أف مثلا أف لأ كان قيمة مثلا سالبة و أف لبي مثلا كانت قيمة موجب أكيد يعني بين السالب و الموجب أكيد لو ننطلق من هذا المكان إلى هذا المكان ابنائي سيكون في طريقنا السفر لهذا يختار أحد موجب والآخر سالب يعني للمرور من الموجب إلى السالب يكون يوجد السفر معناه تسبح المعدلة لها حل بهذه البساطة معنا إذن سوف نكمل إذن فإن المعدلة أف لإكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا آلفا في المجال أكيد آ و ب إذن لدينا حصرا أولا للعدد آلفا محصور يصبح الآلفا في الأول أكيد يصبح محصور ما بين الآلفا معنى الآ والبي يصبح بين الآ والبي ونبحث عن حصر آخر يكون ماذا؟ يكون أصغر من المجال آ و ب وذلك يعني هنا لو كانت مثلا مثال لو كان مثلا الآلفا في الأول محصور ما بين الواحد والاثنان وهو يريد مننا أن نجده إلى عشر قوة ناقص مثلا واحد مثلا هذا المثال هنا أنه هذا محصور بين أعداد صحيحة لكن نريد أن نجعله يعني بين أعداد حقيقي نتابع جيدا أو أعداد ناطقة إذن عندنا ولذلك نأخذ أم واحد أم واحد هو منتصف المجال ماذا؟ المجال آ ب ما معنىها؟ معنى نقوم بجمع هذه وهي واحد زائد اثنان على اثنان تعطي لنا ثلاثة على اثنان وهو واحد ونصف نتابع جيدا وعندنا أمثلة عدة سوف نتطرق إليها في هذا الفيديو إذن قلنا نأخذ المجال هذا مع هذا نجمعهم ونقسم على اثنان ثم ماذا؟ ثم نتابع ماذا؟ سوف يحدث نقوم بحساب أف أم واحد ما معنى هنا؟ معنى نحسب مثلا في هذا المثال نحسب أف لواحد ونصف ثم نلجأ إلى النتيجة التادية نتابع جيدا إذا كان لاحظوا إذا كان أف لأم أ في أف لأ أقل من الصفر فإن الآف يصبح محصومة بين ماذا؟ بين الأو والأم واحد أكيد لماذا؟ لأن إذا قلنا أنه مثلا لاحظوا جيدا أنه كان هذا سالب هذا سالب الأف أ سالب وهذا موجب أكيد الألف يكون محصور ما بينهما أو العكس إذا كان الأف أ أكيد سالب والآخر موجب أكيد سوف يكون محصور هذا إذن ها هو إليكم إذا كان المجال الثاني للحصر هو أ و أم أ إذن وإذا كان ماذا؟ العكس الآن إذا كان الأم أف لاحظوا أف بي في أف أم أ أم واحد إذا كان جدائهم أقل من الصفر فماذا ينتج؟ ينتج أن الألف محصور ما بينهما بين البي والآم واحد إذن المجال الثاني هو أم أ أم واحد وبي معناه إذا كان هكذا لاحظوا جيدا إذا كان المنهانة هكذا وعندنا ها هو الأ وها هو البي ها هو الألف يكون هنا أكيد إذا كان هنا الأم الأم واحد يكون هذا السالب وهذا يعني الصور الصور ليس هو صورته وهذا مجب يكون محصور ما بين هذا وهذا بين الأم آ والعكس الآن إذا كان هذا مجب البي مجب والآم آ سالب يكون محصور ما بينهما ثم نكمل العمل لاحظوا جيدا كيف تتم عملية نعيد نفس الخطوات على المجال الثاني لنحصل على المجال الثالث وهكذا حتى نتحصل على أصغر مجال يشمل العدد ألفا بهذه البساطة معنا معناه يريد أقول أحدكم كيف يا أستاذ سوف نلاحظها هم أمثلة عدة و عديدة لتفهموا ذلك عندنا هذا المثال نريد تعيين حصرا لحل معدلة إكس مربع ناقص إكس ناقص واحد يساوي السفر على المجال من ناقص واحد إلى السفر نعتبر أن الدلة أفل معرفة على المجال من ناقص واحد إلى السفر بالعبارة أفل إكس كما تلاحظون عندنا لدينا المشتقة أكيد سوف تعطيكم إثنان إكس ناقص واحد ثم منه تغيرتها هي ها هي أمامكم على الجدول لاحظوا جيدا لأن هذه أمور أهم علينا أن نعلمها لهي حتى نعرف أن الدلة متزايدة أو متناقصة و مستمرة إذن هنا عندنا الدلة متناقصة وهنا متزايدة ثم عندنا النتيجة ماذا تصبح أبنائي لاحظوا إذن عندنا النتيجة أف متناقصة و مستمرة على المجال لهو من ناقص واحد إلى السفر و أف لماذا أف لسفر أعطت لنا ناقص واحد و أف لنقص واحد أعطت لنا لاحظوا أعطت لنا الواحد معناه هذا لاحظوا هذا سالب وهذا يعني الصورة موجب يعني ما بين السالب و الموجب أكيد يوجد سفر يعني تصبح للمعادلة ماذا بما أن الدلة مستمرة على المجال الذي طلب منا ها هو حصرا على المجال هذا الدلة في هذا المجل هو من ناقص واحد إلى ماذا إلى السفر ها هو الناقص واحد وهنا السفر الدلة لاحظوا كيف هي هي متناقصة هي متناقصة يا ابنائي و مستمرة يبقى لنا الصور حسب مبرهنة قيمة التوسطة أكيد سوف تقبل حل نتابع عندنا أف لنقص واحد في أف لسفر أقل من السفر منه المعادلة أف لإكس تساوي السفر أي هذه المعادلة تقبل حلا وحيدا ألفا محصور ما بين الناقص واحد والسفر نتابع جيدا الآن هو يريد مننا أن نجد حصرا معناه إلى عشر قوة مثل ناقص واحد أو ناقص واحد نتابع جيدا لإيجاد حصر هذه الأمور قلنا نتابع كما كنت أشرح الخطوة الأولى ليكون آم ماذا آم واحد وهو منتصف المجال من ناقص واحد إلى السفر ماذا إذن قلنا نكتب ناقص واحد زائد سفر على اثنان وتساوينا ماذا ناقص صفر فاصل خمسة يعني هذا هو الأم واحد ركزوا جيدا هذا الأم واحد ثم ماذا نأتي نحسب نحسب آف في الدلنة نحسب آف لأم واحد آف لأم واحد يعني نأتي عبارة الدلنة اللي هي قلنا هي الإكس مربع ناقص واحد نعوذ في مكاني الإكس أبنائي بماذا بالقيمة ناقص نصف هنا بناقص نصف وهنا بناقص نصف لاحظوا ماذا وجدنا وجدنا هذه القيمة بهذه البساطة الآن لاحظوا جيدا وعندنا ماذا هذه الخطوة الأولى الخطوة إذن عندنا آف لأم واحد لهذه قيمة سالبة وآف لناقص واحد أقل من الصفر يعني تصبح المعادلة تقبل حل لاحظوا جيدا لماذا لأن آف لواحد قلنا كم لاحظوا جيدا ها هو الآف لواحد آف لواحد أبنائي وجدناه أنه هو الواحد لاحظوا آف قلت آف لواحد أو لناقص واحد وجدناها الواحد وآف لناقص صفر فاصل خمسة وجدناها كم وجدناها ناقص واحد على أربعة يعني أكيد ما زال محصور ما بين الناقص واحد والناقص فاصل خمسة لماذا لأن هذه قيمة مجابة وهذه قيمة سالبة إذن الحل محصور ما بين الناقص والزيد أكيد يصبح الآف مازال محصور ما بين الناقص واحد ماذا؟ والناقص صفر فاصل خمسة لأن الصور يجب أن تكون واحدة مجابة وواحدة سالبة يعني هنا لو نأتي إلى هذا المحور عندنا الناقص واحد وعندنا الصفر وعندنا ناقص صفر فاصل خمسة وجدنا هذا كيف هو؟ وجدناه سالب لاحظوا الصورة يعني ليس هو وجدناها سالبة وهذا صورتهم مجابة ما زال إذن الألفا محصور هنا في هذه الأماكن الآن نريد أن نضبطه أكثر فأكثر ماذا تصبح ابناء؟ لاحظوا جيدا تصبح ومنه الحصر يصبح ألفا محصور ما بين الناقص واحد والناقص نصف الخطوة الثانية ليكن آم إثنان يعني نريد أن نضبطه أكثر آم إثنان يصبح ماذا؟ يصبح يسوي لنا ناقص واحد ناقص يعني مجموع ناقص صفر فاصل خمسة على إثنان وهو المجال الأول مع الثاني يعني نجمع هذا مع هذا على إثنان تصبح القيمة هي ناقص ثلاثة على أربعة ثم نعيد التعويض مرة أخرى تابعوا جيدا لما نعيد التعويض لاحظوا ماذا سوف نجد نجد أنها تسوي لنا لما نعود في الدلت سوينا خمسة على ستة عشر خمسة على ستة عشر هي قيمة أكيد كيف هي مجابة لاحظوا الآن لو نأتي إلى هكذا لاحظوا قلنا ها هو الو الناقص واحد وفي الأول وعندنا الصفر ثم عندنا قسمنا المجال على إثنان صبح ناقص صفر فاصل خمسة ثم جئنا إلى قسمنا المجال مرة أخرى وجدناها ناقص ناقص ثلاثة على أربعة هي ناقص صفر فاصل تابعوا جيدا إذن ماذا تصبح ابنائي إذن تصبح بهذه البساطة إذن وجدنا صورة هذا قلنا وجدناها الواحد ركزوا أرجوكم حتى تعلموا إلى هذا الأمر حتى لا يصبح لكم غمض قلنا صورة الواحد هو الواحد ناقص واحد وهذه صورته في الأول وجدناها الناقص واحد على أربعة ثم حسبنا صورة الآفل ناقص ثلاثة على أربعة لاحظوا كم وجدناها وجدناها خمسة على ماذا خمسة على ستة عشر الآن لاحظوا جيدا هذا موجب وهذا موجب إذن لا يوجد بينهم الصفر الصفر غير موجود إذن بين هذا موجب وهذا سليل يعني هذا موجب صور وهذا سليل يصبح الآفا محصور بين هذه القيمتين هنا هنا يصبح الآفا ليس بين الصور بين الفواسن نتابع جيدا إذن ماذا سوف ينتجبناي نلاحظ جيدا إذن الحصر أصبح جديد لهو محصور ما بين ماذا الناقص ثلاثة على أربعة والناقص نصف هذا الآفا الخطوة الثالثة كذلك لو نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة يعني نريد أن ندقق أكثر ما علينا إلا إتيان قلنا أنه ها هو المجال محصور نجمع ناقص واحد على اثنان ناقص مع ناقص ثلاثة على أربعة لاحظوا كم نجد نصف المجال الآخر اللي هو ناقص خمسة على ماذا على ثمانية في الناقص خمسة على ثمانية نعوذ كذلك أبنائي في الدالة ماذا سوف نجد لاحظوا ماذا سوف نجد وجدنا أنه يساوينا واحد على أربعة وستون لاحظوا جيدا واحد على أربعة وستون إذن لو نأتي كذلك إلى هنا لنشرح إذن قلنا قسمنا أعطت لنا ناقص خمسة فاصل يعني هنا ها هي ناقص خمسة فاصل هنا ناقص ثمانية ناقص خمسة على ثمانية صورتها كم وجدناها وجدناها قيمة مجب يعني وجدناها هنا اللي هي واحد على أربعة وستون أكيد بين المجب والمجب لا يوجد إذن يكون محصور بين المجب والسالب يعني يصبح الألفا محصور هنا زدنا يعني في الدقة إذن ماذا يصبح نتابع جيدا أبنائي ها هي لدينا ماذا لدينا أنه صورة هذا أصبحت مجب وصورة ناقص صفر فاصل خمسة ها هي وجدناها ناقص ربع يصبح الآن يعني محصور الألفا ما بين الناقص خمسة فاصل ثمانية الناقص خمسة على ثمانية وناقص واحد على إثنان ها هي أمامكم نتيجة أبنائي بكل بساطة ها هي أبنائي يعني محصور ما بين هذا ليس الأف وإنما الأكس يعني ألفا تصبح ألفا محصورة ما بين الناقص واحد فاصل اثنان أفوان سامحوني الناقص واحد على اثنان الناقص واحد على اثنان وماذا؟ الناقص خمسة على ثمانية وهذه تكون يعني عشرة بحصر عشرة قوى ناقص واحد كما يمكن أن تكون لو نقسم هنا الخمسة على ثمانية نجد سيفر فاصل ثم هكذا يعني بين نعم ثمانية ستة ستة ثمانية واربعون لاحظوا جيدا تصبح تبقى لنا اثنان لما نضيف الاثنان تصبح كذا تصبح لنا اثنان يعني هنا يمكن أن نصل حتى إلى عشر قوة نقص اثنان يعني رقمين وراء الفاصلة بهذه البساطة أبنائي فقد تعلمنا كيفية إيجاد حصرة يعني لما يقول لي أوجد ألفا محصور ما بين ناقص ألفا عشر قوة ناقص اثنان أو ناقص بهذه الطريقة حتى نتحصل كل ما نزيد في الحصر كل ما نتحصل صفر فاصل إذا كان مثلا وجدنا رقم وراء الفاصلة مثلا صفر فاصل خمسة نعرف أنه عشر قوة ناقص واحد بالحصر هذا لو كان وجدنا مثلا صفر فاصل خمسة وعشرون أو ما أشبه ذلك نقول هو محصور بين عشر قوة ناقص اثنان هكذا نأتي الآن إلى مثال آخر ها هو عندنا كذلك لاحظوا جيدا قال أف الدالة المعرفة على أدرس تغيرات أدرس بيّن أن أفليكس تقبله ثم السؤال الذي جاء بعدها قال بتقريب عشر قوة ناقص ثلاثة لحل حيث الألفا محصور في الأول ما بين الناقص اثنان والناقص واحد نتابع جيدا إذن أولا ما علينا إلا التكلم عن الدالة الدالة يعني درسناها عادي كما تلاحظون هنا جيدا ثم ماذا؟ ثم نأتي هو هدفنا هو التعلم هذا السؤال جدول تغيراتها هو أمامنا بكل بساطة بما أن كذلك الدالة أف كيف هي؟ الدالة أف متزايدة تماما على وصورة هذا المجال هي والصفر ينتمي إلى ماذا؟ إلى الناقص ثلاثة الناقص ما لا نهاية والثلاثة فإن المعدلة أف لإكس تساوي الصف تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا لاحظوا ويكون لما نحسب ماذا أبنائي لاحظوا جيدا أكيد السفر ها هو السفر موجود في هذا المكان ها هو السفر نراحي جيدا كذلك ها هو السفر كذلك ها هو السفر لكن هو قال ما بين الناقص اثنان والناقص واحد يعني يريد مننا أن نجد الألفا الذي يكون محصور هنا يعني هناك هذه المعدلة لها ثلاثة حلول ما يهم نحن نتابع حسب ما ورد لدى ويكون أف لناقص ماذا أف لناقص اثنان هو الناقص واحد وأف لاحظوا جيدا يصبح معناها الألفا محصور ما بين ماذا بين الناقص اثنان والناقص واحد حسب نظرية قيمة توسطة نتابع جيدا لتعيين حصر للعدد ألفا بتقريب عشر قوة ناقص ثلاثة نتابع طريقة ديكتومي ديكتومي هي هذه التي كنا نتحدث عنها اللي هي بالمجالات المجال نقسمه على اثنان ها هو أولا قلنا آم آم يسين آ زائد ب على اثنان لهو المجال الأول هذا الطرف الأول زائد الثاني تقسيم اثنان تعطينا الناقص واحد فاصل ثم نعوذ في الدالة لاحظوا كم وجدنا وجدنا أنه عدد موجب إذن ما زال أكيد محصور ما بين ماذا بين العدد بين هذا وهذا لماذا لأن هذا سالب وهذا مجب فإن يصبح محصور ما بين فواصلهما مثل ما كنت أشرع محصور يعني ما بين الفواصل ما بين الفواصل معناه يصبح مازالا محصور ما بين الناقص اثنان والناقص نصف الناقص واحد فاصل اثنان ثم كذلك نأتي مثل ما فعلنا في الطريقة نأتي بإنشاء مركز آخر للمجال لهو ناقص اثناني ناقص واحد فاصل خمسة على اثنان لاحظوا ماذا أعطيت لنا ثم نحسب سورة آف لناقص واحد فاصل خمسة وسبعون لاحظوا كم نجدها إذن ما زالت لاحظوا جيدا ما زال محصور ما بين هنا ما بين الناقص اثناني والناقص واحد فاصل خمسة وسبعون لماذا لأن صورة الناقص اثنان قلنا هي قيمة كيف هي قيمة سالبة وصورة هذا الام فتحة أعطيت لنا قيمة مجابة إذن ما زالت مع صور ما بين المجاب والسالب تابعوا جيدا ثم كذلك نأتي آم ثلاثة آم ثلاثة ماذا فعلنا آم فتحتين آم فتحتين قمنا بجمع ماذا جمعه قلت هذا مع هذا وتقسيم اثنان لاحظوا كم نجدت لاحظوا كم نجده بإنشاء ثم نحسب صورته لاحظوا كم وجدناها إذن ما زال كذلك محصور ما بين الناقص اثنان وهذا المركز الذي ظهر نصف المجال الثاني الثالث تابعوا ما زال لأن دائما قلت دائما أنه قلت الناقص اثنان صورتها سريبة وكل المجالات الأخرى التي قسمناها وجدت مجابة يعني يبقى دائما يتجه نحو ماذا نحو الناقص اثنان ثم كذلك نكمل هكذا إلى غير لاحظوا جيدا إذن كذلك جئنا إلى أم أربعة لهو نصف مركز آخر رقم أربعة وقمنا بجمعه مع هذا وقسمته على اثنان لاحظوا كم تحصلنا تحصلنا على الناقص واحد فاصل تسعة ثلاثة سبعة خمسة ثم حسبنا صورته وجدناها أنها قيمة سالبة الآن بما أنها وجدناها قيمة سالبة إذن الناقص اثنان يذهب دوره ويبدأ لنا محصور ما بين القيمة لأن الناقص اثنان وجدنا قيمتها سالبة والآن وجدنا قيمة سالبة أفضل منه يصبح الآلفة يا ابني محصور ما بين هاتين القيمتين التي تظهر هنا على الشاشة بكل بساطة وبما أن الدلة أف متناقصة تمنع على هذا المجال وصورة هذا المجال هي والصفر ينتمي إلى المجال فإن المعادة تقبله هلا واحدا هنا يعني سؤال ثاني لهو البيطة أراد منا أن نحسب البيطة لكن نحن هدفنا في هذا التمرين هو كيفية إيجاد حصر للعدد ألفا بعشر قوى ناقص ثلاثة يعني كلنا نقيم على اثنان ونرى إلى الحصر عندنا كذلك طريقة أخرى أبنائي لو نلاحظها جيدا نظرية القيمة متوسطة تسمح لنا بوسطة الحصر المتولى بتحديد القيم التقريبية أو القريبة القريبة من حل المعادلة فلي إكس تساوي صفر على المجال المعطى A أو B إذن نفرض قول دائما أنه فلي A أقل من الصفر وفلي B أكبر من الصفر وليكون إكس هذا ينتمي بين الآ والبي عندنا طريقة المسح وهي طريقة ثانية طريقة المسح طريقة ثانية ليس مثل طريقة تقسيم المجال أو ديكتومي نلاحظ جيدا نفرض أن الدلة F مستمرة ومتزيدة تماما على المجال أكيد A وB ونقوم بحساب قيم F ابتداء من ماذا؟ من F A بخطوة مقدارها لاحظوا جيدا هنا قلنا F A هو سالب ليس A صورة A تكون سالب وصورة B تكون مجابة بخطوة مقدارها B يعني P على النحو التالي نتابع جيدا لنتعلم هذه الثانية الحالة الثانية نتابع ابنائي إذن هنا قال F لماذا؟ F لـ A زائد P ثم F لـ A زائد 2P حتى نتحصل على القيمة المجابة F لاحظوا جيدا لماذا يقول القيمة المجابة؟ لأن هذا سالب وهذا مجب هو يريد أن يقترب من هذا إلى هذا في الأول سوف نتابع جيدا يعني ما هو المقصود من هذا الشرح أو هذا الطريقة من اللحظوا حيث الكا هو عدد طبيعي من القيمة D التي تسبق A زائد كا بي نبدل الخطوة P بالخطوة P فتحة حيث ماذا؟ حيث P فتحة تساوينا P على عشرة ونتابع الحساب بالكيفية السابقة اللي هي F لـ A زائد P فتحة هذه P فتحة اللي هي عشرة P على عشرة نكمل هذه العملية حتى نتحصل على التقريب المطلوب للحال نتابع جيدا حتى تفهموا من خلال تابعوا من خلال يعني هنا مثال سوف تتعلمون ما هو المقصود من ذلك نتابع جيدا ها هو عندنا مثال أبنائي من أجل كل من أجل المعادلة X وقوة 3 ناقص 6X مربع زائد 7 تساوي السفر أوجد حصرا بتقريب لاحظوا سفر فاصل سفر ثلاثة اللي هو معناه عشرة قوة ناقص ثلاثة للحال بيطة حيث بيطة محصور ما بين ماذا؟ ما بين الأربعة والصفر أو السفر والأربعة نتابع جيدا هنا قال في الحل نتابع جيدا أبنائي نشكل أولا جدولا نتابع أبنائي حتى تتعلموا يعني هذه الأمور لأنها أمور هامة جدا هكذا حتى تكون الأمور منظمة قال أن نشكل جدولا من عمودين X وF لX حيث لاحظوا F لX تساوينا X قوة 3 ناقص 6 X مربع زي 7 ابتداء من السفر بالخطوة P1 نراقب قيمة ماذا؟ X التي من أجلها يكون F لX أكبر من السفر وفي هذه الحالة تكون X تساوي الواحد لاحظوا ما معناه ما معناه بذلك تابعوا أبنائي ها هو الجدول أفوى هو الجدول لاحظوا الجدول الأول الجدول الأول أنه ها هي الـ X لاحظوا ها هي الـ F لX أولا قام بقسمة هذا هذا زائد هذا على إثنان وقام بحساب صورة إذن عندنا الصفر قلت في الأول قسم الأربعة زائد صفر على إثنان ماذا وجدنا؟ وجدنا أنها تساوي الاثنان ثم ماذا نبدأ؟ ثم يبدأ بماذا؟ بحساب الصور حساب F لسفر أعطي له سبعة وF لواحد أعطي له إثنان وF لإثنان أعطي له نقص تسعر دائما أنتم أنظروا إلى القيم الصور السلبة والمجابة إذن يصبح هذه الخطوة كم؟ خطوة هي قيمتها واحد كيف واحد؟ لاحظوا من السفر إلى الواحد كم؟ واحد ومن هنا إلى هنا واحد يعني تصبح باع اللي هو الخطوة هي الواحد يصبح البيطة محصور ما بين ماذا؟ ما بين القيمة هذه لأن الصور لما تكون سالبة ومجابة يكون الالفة محصور هنا هذا المثال تحدث عن البيطة ليس عن الالفة إذن ها هو الآن ثم يريد منا أن نجده مثلا لما تكون التقريب يكون عشر قوة ناقص مثلا ناقص إثنان لاحظوا جيدا نتابع أبنائي هنا ماذا قال؟ قال حسب ما هو هنا مشروح نتابع نشكل جدولا ثانيا بخطوة قرارها ماذا؟ سفر فاصل واحد كيف سفر فاصل واحد أبنائي؟ معناه نأتي إلى هذه القيم ونجعل هنا مثلا نجعل هنا إثناني لاحظوا عفوا لاحظوا ها هي ها هو المثال لاحظوا أبنائي ها هي الخطوة تابعوا نأتي إلى الجدول الأول ثم ماذا؟ ثم نجعل هنا قلت نجعل يعني موراء الفاصيلة اللي هو الواحد الاثنان والثلاثة نحسب نحسب لما نحسب إذا وجدت الصورة سالبة والصورة موجبة فهذا وقف ها هي أمامكم يصبح ماذا؟ يصبح الألفة محصور ما بين هذه القيمة أو البيطة وهذه القيمة ركزوا ها هي أمامكم ثم ماذا؟ ثم إذا أردنا كذلك ماذا؟ نضيف خطوة ثانية ثالثة الخطوة الثالثة هي لاحظوا بي يسوينا صفر فاصل صفر واحد يعني هنا كذلك نأتي إلى بين ها هي محصورة هنا قلنا نضيف هنا ماذا؟ نضيف هنا الصفر نتابع جيدا إذا قلت هنا نضيف ها هي الاثنان وعندنا الاثنان فاصل ماذا؟ الاثنان فاصل واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن هنا الاثنان يعني صفر هكذا وهو محصور ما بينهنا نريد أن نضبطه أكثر يعني هنا اثنان ثم يوجد عدد ما قبل هذه الواحد فاصل ثلاثة وهو ماذا؟ هو الواحد اثنان واحد فاصل واحد وعشرون ثم 1 فاصل اثنان وعشرون لكن لما حسبنا بين الواحد فاصل اثنان والواحد فاصل واحد وعشرون ظهر أحد موجب والآخر سالب يصبح بطالة أحده محصور ما بين الواحد فاصل الواحدة عشرون والواحد فاصل عشرون ثم نأتي بالخطوة الثالثة يعني نريد أن نصل إلى إلى عشر قوة ناقص ثلاثة الذي طلبها منا الثالثة أبنائي نتابع جيدا وتوى الثالثة سوف تكون أكبر كيف يعني يريد مننا بما أنه أصبح محصور ما بين هنا وهنا يعني يريد يصبح هنا يضع الصيفر ثم الخانة الذي بعدها ماذا تأتي هنا الصيفر لاحظوا ثم الخانة التي بعدها ثم الواحد ثم ماذا ثم الاثنان ثم الثلاثة ثم الاربعة ثم الخمسة ثم هكذا نتابع جيدا هو أين وجد ذلك العمل وجده أنه أصبح محصور ما بين الصورتين ها هي الصورتين إذن البيطة يصبح يا أبنائي محصور هنا ما بين 1.28 هكذا ها هو البيطة ومحصور ما بين الواحد فاصل الاثنان سفر اتسار هذه هي معنى بعشر قوة نقص ثلاثة يعني هذه الطريقة ثانية تسمى طريقة ماذا طريقة المسح يا أبنائي بكل بساطة عندنا كذلك طريقة تكتومة شرحناها من قبل ها هي أمامكم تابعوا هذه شرحناها اللي هو التنصيف يعني دائما بالتنصيف مثل المجل دائما يقسمها الاثنان وعندنا كذلك ها هو مثال آخر لمن أراد يعني يزيد في التعلم من هذا السؤال ها هو أمامنا مثال آخر أبنائي نتابع إذا الملاحظة عندنا في هذه الملاحظة قال إذا كانت أفلي أم أكبر من الصفر فإن آلفا ينتمي إلى المجال إلى المجال آوة أم نعيد نفس العملية السابقة للحصول على إذن ماذا تصبح من أجل كل هكذا من أجل كل إكس قوى ثلاثة ناقص ستا إكس مربع زائد أو جد تقريب بعشر قوى ناقص واحد وهنا كذلك بنفس الطريقة دل أكيد سوف تكون كذا 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 مستمرة أو متزايدة أو متناقصة عندنا أولا نقسم هذا مع هذا على إثنان نجد هذا ثم نحسب الصورة لما حسبنا الصورة وجدناها ناقص تسعة لاحظوا آفلي السفر وجدناها كم وجدناها سبعة إذن أكيد سوف يكون ما بين ماذا ما بين الإثنان والسفر ها هو ثم ماذا ثم نأتي كذلك ونقسم المجال السفر زائد إثنان على ماذا على إثنان يعطي لنا واحد ونحسب صورة الواحد ثم ماذا ثم نلاحظ كيف سوف تأتيتما العملية بهذه البساطة بما أن آف فتحة ماذا آف آم فتحة أكبر من السفر فإن الحل محصور ما بين الواحد والإثنان بهذه البساطة بهذه البساطة وثم قال نقسم نتابع جيدا ها هي العملية كذلك يجمع نقسم على ماذا على إثنان تعطيكم هذه النتيجة لاحظوا ماذا أعطت له الصورة تغطلوا هذه السالب بما أن هذا السالب يصبح الآن محصور ما بين الواحد وماذا والواحد فصل خمسة ها هي وصلنا إلى الحصر عشر قوة ناقص واحد هنا كذلك ها هو مثال آخر أبنائي ها هو مثال آخر لهذه الدلة الجذرية أدرس التغييرات هذه لتهمون قال أوجد حصرا لماذا للآلفة بين عشر قوة ناقص إثنان هنا كذلك نستعمل طريقة التي شرحتها الآن هي طريقة المسحة في طريقة المسحة أبنائي كذلك ها هو أمامكم لاحظوا جيدا في الأول أخذنا الخطوة لكم نتابع إذا الخطوة اللولة تكون هذه كما نلاحظ ثم الخطوة الثانية ها هي أمامكم وفي الأخير نتج أنه محصور بين هذه القيمتين لماذا؟ لأنها هي القيمتين أبنائي لاحظوا بين القيمة السالبة والمجابة يعني الصور يصبح كما سوف تلاحظ وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح حتى لهذا السؤال الذي يطرح كثيرا في الباكالوريا وفي الأخير زروا موقعين وهو صفحة الفيسبوك لأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة